خمسة من أفضل وأجمل التطبيقات اللي رح نستعرضها معكم لهذا اليوم وإن شاء الله يارب إنها تنال إجابة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ونبدأ معكم في التطبيق الأول تبعنا لليوم واللي اسمه سمايل إيموجي التطبيق كتير حلو عبارة عن إيموجي متحدث بيضيف جمالية كتير حلوة على المحادثات اللي بتجريها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وواتساب وغيرها طيب الإيموجي اللي عجبتك مجرد ما تضغط عليها بإمكانك تعمل إليها مشاركة على تطبيق التواصل الاجتماعي سواء كان زي ما حكينا فيسبوك وواتساب وغيرها طيب بالنسبة للتطبيق الثاني تبعنا هو عبارة عن ماوس بإمكانك تضيفها على الموبايل وهي الماوس بتساعد الناس كتير في عملية تصميم الصور خاصة اللي بحط إصباحهم على الشاشة وبلاحظ أنه إصبعوا بغطي على أجزاء من الصورة أثناء عملية التصميم هاي الماوس راح تساعده كتير في عملية تصميم الصور زي ما تشاهد بإمكانك تتحكم في كل أجزاء الشاشة باستخدام هذي الماوس والتطبيق الثالث اللي معنا لليوم اسمه Galaxy S10 والPaper اللي هو عبارة عن خلفيات الخاصة في Galaxy S10 لأنه كتير ناس بتسألني عن الخلفيات اللي بستخدمها على الموبايل التطبيق بيحتوي على مجموعة كتير حلوة من الخلفيات الخاصة في Galaxy S10 بإمكانك تختار أي واحدة من هذه الخلفيات ومباشرة تضغط على Set Wallpaper وتصير عندك خلفية على الموبايل طيب مباشرة ننتخل لتطبيقنا الرابع وهو عبارة عن تطبيق خاص في المتطفلين اللي بالعادة بيستخدم موبايلك بدون ما تعرف وببساطة التطبيق وظيفته أنه بيعمل التقاط لصورة أي شخص بحاول أنه يفتح رمز القفل أو يفتح النمط اللي أنت بتكون ضايف عندك على الموبايل وحسب عدد المرات اللي بتحددها أنت لمحاولة فتح الموبايل طبعا رح تلاقي الصور اللي بتم التقاطها موجودة في سجل الصور الخاص في التطبيق طيب إخواني التطبيق الأخير اللي موجود معنا لليوم اسمه بيكنيك هذا التطبيق بصراحة من التطبيقات اللي أنا حبيتها يعني بشكل شخصي وراح فرجيكم مميزة كتير حلوة داخل التطبيق طبعا بإمكانك تلتقط صورة عن طريق الكاميرا أو تختار واحد من الصور اللي موجودة داخل الجالري الجالري أسف معرض الصور طب خلينا نفرجيكم مثال رح نختار مثلا هذه الصورة بنحدد الصورة طبعا زي ما تشايفين لما صورنا هذه الصورة كانت عندي السماء كلها غيوم جاي باللون الأبيض يعني منقدر نقول الصورة طالع معنا مشوهة عن طريق واحد من الفلاتر الموجودة تحت بإمكاننا نغير لون السماء ونخليها سماء طبيعية مثلا لو اخترنا هذا الفلتر زي ما تشايف عندي اختلفت الصورة وصارت عندي بجمالية يعني أفضل بكثير من وضعية التقاط الصورة طبعا عندك مجموعة كثير من الفلاتر بإمكانك تجربها على الصور بدون ما تعمل أي تعديل بشكل مباشر على الصور بتمنى في النهاية هذا الفيديو يكوننا لإعجابكم في أمل